اشتركوا في القناة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والله مصلي على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين التعليم الثالث من تعاليم البسملة أن الله عز وجل يعلمنا أن نتخلق بأخلاقه فنتعامل بأقوالنا وأفعالنا بمحورين الله عز وجل والرحمة بهذا المنهج يتميز الإنسان السماوي عن الإنسان الأرضي وهذه حقيقة معرفية عامة حتى تتضح لا بد من تقديم مقدمة خلاصتها أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان تقوم على أركان ثلاثة المنطلقات والغايات والوسائل كل عمل يقدم عليه الإنسان خصوصا الأعمال النوعية العامة لا بد أن تتوفر على هذه الثلاثة وكلها مرتبطة بالعامل بالإنسان نفسه حتى تتضح هذه الفكرة أضرب لذلك مثالا الشخص الذي عنده مؤسسة لمساعدة الأيتام مثلا هذه المؤسسة تقوم على هذه الأركان الثلاثة مجتمعة أي أن يكون له منطلق في تأسيس هذه المؤسسة وله غاية وله وسيلة المنطلق مثلا تقديم الخدمة إلى الأيتام الرعاية لهم والغاية والهدف هو إسعادهم ونيل الثواء والقرب من الله عز وجل الذي أمر العباد وحبب لهم كفالة الأيتام ومساعدة الأيتام والرحمة بهم في نفس الوقت هناك وسيلة لتحقيق هذه الغاية والعمل بهذا المنطلق الوسيلة مثلا تقديم مساعدة مالية لهم السلام عليكم ورحمة أو تعليمهم مثلا أي خدمة يقدمها الإنسان تحقق هذه الغاية تعتبر وسيلة في غالب الأحيان المغايرة بين هذه الثلاثة مغايرة مفهومية في المفاهيم نفكك بين هذه الثلاثة ولكنها من ناحية الوجود الخارجي والوقوع الخارجي تتحد نصداقا لأن تقديم المساعدة لليتيم إطعام اليتيم أو كفالة اليتيم هو في نفسه مساعدة له وفيه قرب وفيه ثواب وفيه إسعاد إذن الأعمال الإنسانية تتكون أو تعتمد على هذه الأركان الثلاثة وهذه الأركان الثلاثة في الغالب تتحد مع بعضها بهذه المقدمة يتضح عندنا فيما يأتي الفرق بين الإنسان الأرضي الذي يتعامل بمعايير أهل الأرض والإنسان السماوي الذي يتعامل بمعايير السماء والفرق كبير أهل الأرض منطلقاتهم وغاياتهم والوسائل التي يعتمدونها تتمحور حول محور واحد تتحد فيه هذه الأركان الثلاثة وهو الأنا حب الذات والأنا هذا حب الذات جوهر أفعال أهل الأرض وتصرفاتهم ومواقفهم يتمظهر يتمظهر بثلاث مظاهر حب النفس حب المال وحب الولد الجوهر الباطني لأهل الدنيا الذين يعملون بمعايير الدنيا ينطلقون في أعمالهم ويستهدفون في أعمالهم النفس والأنا تارة بمظهر النفس الذاتية وتارة بحب الولد وتارة بحب المال حب المال والولد هم يعود إلى حب النفس لا يفترق في هذا إنسان عالم وجاهل ما يفترقون بنفس المعيار يتعامل حاكم ومحكوم بنفس المعيار يتعامل الأستاذ والطالب العامل والفلاح الموظف المرأة والرجل الكبير والصغير لا فرق كل أهل الدنيا يتعاملون إذا تعاملوا بمعايير أهل الدنيا المحاور التي يعملون لأجلها حب النفس حب المال حب الولد وهذه الثلاثة تتمحور في حب النفس ولحب النفس مظاهر كثيرة تتجلى للإنسان إذا أرادت تأمل من هنا الباري عز وجل أعطى إشارات إلى هذه الحقيقة في سورة الشمس يقول عز وجل ونفس وما سواها جعل المحورية لشنو للنفس التكوين النفسي وهكذا تحب ذاتها حتى الإنسان اللي يحب المال يحب المال لأجل نفسه حتى الفاسد حينما يفسد وينهب المال لحب نفسه ينهب المال ويحب ولد ولده أيضا لأنه يحب نفسه إذن معيار أهل الأرض ونفس وما سواها محور حركة أهل الأرض معيار أهل الأرض النفوس ولذا الباري عز وجل قال فألهمها فجورها وتقوها من الجهة هناك صراع يعيش الإنسان في داخل نفسه بين الفجور وبين التقوى ميل النفس حب النفس إلى الفجور هو من حب الذات من الأنا وحب النفس للتقوى هم هالشكل بمعيار أهل الأرض هكذا المعايير لذا الباري عز وجل يقول قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه أفلح يعني فاز وغلب ووصل إلى المطلوب الفلاح هو الوصول إلى المطلوب أما خاب من دساه هذا الذي يدس النفس ولا يحرر النفس من حب الذات وحب الأنا يصاب بالخيبة خاب من دساه هذه حقيقة نفسية اجتماعية جدا مهمة في هذه الآية الشريفة أن الذي يدس نفسه ويتوغل في شهواته ولا يزكيها يصاب بالخيبة الخيبة تعني عدم الوصول إلى المراد عكس الفلاح يقال فلان خاب أمله يعني الأمل اللي كان عنده ما وصل إليه ويقال خاب سعيه يعني العمل اللي كان يسويه ويريد يحصل منا فوائد هذا ما يوصل إليه إذن هنا قاعد أكو في هذه الآية الشريفة تبين لأهل الأرض الذين يتعاملون بمعايير الأرض أنهم مصابون بالخيبة هذه الخيبة تقع على نحوين تارتا لا يتمكنون من فعل شيء لا يفعلون شيء الموانع الموانع التي يتعرضون لها تمنعهم من الوصول إلى المراد وتارة يعملون ويقدمون إنجاز ولكن هذا الإنجاز نتائجه تكون معكوسة عليها غير مرضية لهم الآية بعنوان إخبار عن حقيقة واقعية تكوينية أن الذي يتعامل بمعيار النفس وفجور النفس تلازمه خيبة الأمل لا يصل إلى نتيجة والواقع الخارجي يشهد لهذه الحقيقة كثير من الأحيان الإنسان يشوف بعض أهل الدنيا المتوغلون فيها ربما بحسب ظاهر حالهم يشوف من المنعمين إما منعم بماله أو منعم بسلطته منعم بما لديه فرح بما عنده الناظر من الخارج هالشكل ربما يتصور ولكن إذا اقتحم داخله وتمكن من معرفة أسرارهم يشوف هما في عناء متواصل ودائم الأمراض النفسية يشقد يعانوها تعذيب الضمير اللي يعايشوا يعانون منه أمراض الكآب الخوف والقلق لأن أهل الدنيا قلوبهم يعيش فيها الشيطان والشيطان أينما يحل معه الغيبة معه الظلام والقلق والخوف بخلاف قلوب أهل الإيمان قلوب أهل الإيمان تعتمر بذكر الله وبذكر الله تطمئن القلوب فلا ينبغي للإنسان أن يغفل وينظر إلى الأمور بنظرة قشرية ظاهرة يتصور أن أهل الدنيا في نعيم أبداً أهل الدنيا لا في الدنيا في نعيم ولا في الآخرة في نعيم الذي يتعامل بمعايير أهل الدنيا ليس بالسعيد لاحظوا هذه الرواية الشريفة الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يرويها ابن أبي عفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من تعلق قلبه بالدنيا صار من أهل الدنيا ويتعامل بمعايير أهل الدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال اللي قلبه يتعلق بالدنيا ثلاث خصال هم قلبه معلق بها شنو هي هذه الخصال هم لا يفنى الهم ملازم لأهل الدنيا هم لا يفنى وأمل لا يدرك ورجاء لا ينال سطبعا أكو قراءة ثانية هذه بالكسر هم يمكن تقرأ أزيس أحد قاريها بالرفق زين الهم الذي لا يفنى شنو سببه الهم وين يعيش في القلب يعيش القلب الذي يتعلق بالدنيا الدنيا مظهر من مظاهر الشيطان فلذلك الهم يلازمه لا ينفك عنه لكن الرواية تقول أمل لا يدرك ورجاء لا ينال الفرق بين الأمل والرجاء شنو هناك فرقان بينهما طبعا لأنهما ورد في هذه الرواية إذا أطلق الأمل وحد يشمل الرجاء وإذا أطلق الرجاء وحد يشمل الأمل ولكن في هذه الرواية الإمام قال أمل ورجاء معناه شنو هنا المراد من كل منهما غير المراد من الثاني الأمل هنا يفترق عن الرجاء بفارقين الفارق الأول أن الأمل حينما يطلق في مقابل الرجاء يحمل على الأمل بالعمر المديد يقال هذا أمله بالدنيا طويل يعني يعيش عمر مديد عند أمل في أن يعيش العمر المديد فالأمل يتعلق بالعمر أما الرجاء في غير العمر من الحوالج الفارق الثاني أن الأمل يطلق على الغايات بعيدة الحصول أما الرجاء يطلق على الغايات قريبة الحصول الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية ينفي الاثنين معا يقول الذي يتعلق قلبه بالدنيا غير الهم الذي يعايشه دائما يبتلى بأمل لا يدرك ما يقدر يوصل إليه آمال ما تتحقق وشوفوا أنت أهل الدنيا من ملوك سلاطين وانزلوا من منهم اللي آمال تحققت أمل لا يدرك ورجاء لا ينال حتى الحوائج اللي هو عنده قريبة الحصول ما يحصل له لأن التعامل بمعايير أهل الدنيا هذا هو الجوهر الباطني لهم خيبة أمل مستمرة وملازمة لهم أما الإنسان السماوي الإنسان السماوي ليس محوره وجوهره الأنا وحب النفس بل محوره الله أزوج هذا هو الفرق بين الإنسان الأرضي وبين الإنسان السماوي السماوي يدور على محور واحد هو الله وأسلوبه في التعامل مع نفسه ومع غيره الرحمة هذا آية البسمة لتعلمنا هذا الأسلوب بسم الله الرحمن الرحيم اجعل الله عز وجل محورك وأسلوبك في التعامل بالرحمة كما أن الله أخلاقه في تعامله مع خلقه بالرحمة العبد السماوي اللي يعبد الله عز وجل ويؤمن به ضمن هذا المعيار يكون تعامله ومن هنا تترح أهمية وجود الأنبياء والأديان السماوية بين البشر بين الناس لأنها تقلب الموازين عند الناس الناس عادة يتعاملون بقيم الأرض وأهل الأرض أهل الأرض القيم العظمى لهم الأنا وحب الذات حب النفس أما الأنبياء والأولياء والدين السماوي يعلم الناس التضحية بالأنا لأجل الله النفس اللي هي من أهم الأشياء عند الإنسان لها أطماع لها شهوات لها رغائب يدخل علي شهر رمضان يترك شهوات لأجل الله شهوة الأكل والشرب وغير ذلك من شهوات الإنسان السماوي يتركها لأن الله أمره بها في حين أهل الأرض اللي يتعاملون بمعايير أهل الأرض ما مستعدين هذا الاستعداد أن يصوم لساعتين ثلاث ساعات حتى ما مستعد يعني المعيار يختلف الجوهر يختلف هذا المال اللي بمعايير أهل الأرض قيمة كبيرة ويتقاتلون عليه الإنسان السماوي يضحي بماله لأجل ربه عند مال يخمس ويزكي ويتصدق ويوقف يستثمر المال استثمار عبادي مو يجعل نفسه تضحية ومضحية لأجل المال كم من الناس لأجل مال سفك دما حراما أو سفك له دما حراما ماذا قد؟ معايير أهل الأرض هالشكل أما معايير أهل السماو المال يصير فداء لأجل المعتقد الصحيح ولأجل الحكم اللي الله عز وجل جعله عليه الولد اللي هو معايير ثالث لأهل الدنيا يعملون أهل الدنيا لأجل الأولاد ليلا ونهارا لأجل تضمين مستقبل مثلا على قول بعضهم لأولادهم الإنسان السماوي حتى الولد يضحي به لأجل ربه لذلك الشرع حول هذه الفكرة فكرة حب الامتداد في الدنيا حب البقاء في الدنيا فكرة الزواج والإنجاب الشرع حولها إلى محراب للعبادة ما بني بناء أحب إلى الله من التزويج من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه إذن غير الغايات غير المنطلقات الوسيلة واحدة عند أهل الدنيا وعند أهل السماء وهو الزواج ولكن المنطلقات والغايات تغيرت تبدلت وجعل آداب وأحكام حتى يكون الولد ولد صالح ليش هذا الاهتمام حتى يصير الإنسان إنسان سماوي إنسان لا يعيش بنفسه يعيش بروحه والفرق بين الروح والنفس فرق كبير الإنسان إذا توغل في نفسه صار أرضيا وإذا سما بنفسه صار روحيا بمعايير أهل السماء يتعامل ويعيش إذن النظرة التي ينطلق منها الإنسان السماوي تختلف عن النظرة التي ينطلق منها الإنسان الأرضي فعلى الإنسان أن يعرف وين هو في هذه المعادلة في أي الكفتين هو من أهل الأرض أب من أهل السماء لازم يعرف نفسه هذا التعليم مني من البسملة البسملة جعلت المحورية لله عز وجل وأسلوب التعامل هو الرحمة الإنسان الإنسان السماوي هم هكذا في كل منطلقاته وغاياته الله وأسلوبه في التعامل مع نفسه مع أهله مع جيرانه مع إخوانه بالرحمة إذا إذا يتعامل بهذا يدخل في معادلات أهل الدنيا وهذا هو الفرق بين أهل الدين وأهل الدنيا ليصير توهم بأن أهل الدين كل من نسب نفسه إلى الدين لا مو هذا الكلام لازم الناس أيضا يميزون بين من ينسب نفسه إلى الدين وبين من هو متدين بالدين كلامنا في المتدين الذي يأخذ بنهج الأنبياء والأولياء والعلماء الأبرار مو من يتخذ الدين شعار يستبطن فيه الدواعي والغايات الشيطانية لازم تتميز هذه الأمور عند الناس إذن معايير أهل الدنيا مصيرها الخيبة غاياتهم منطلقاتهم أهدافهم خاب من دس الخيبة ومعايير أهل السماء الفلاح والغلب لاحظوا هذه الرواية هذه الرواية تعزز هذا المعنى هذا المعنى شوية الرواية طويلة لكن فيها دلائل مهمة في الاعتقاد في الأخلاق في المعرفة الإلهية الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال قال مر عيسى بن مريم عليه السلام على قرية ومعه تلاميذه الحواريون قد مات أهلها وطيرها ودوابها يعني قرية خالية خاوية كل شيء ما بيها حتى حيوان ما بيها فقال لحواريه أما إنهم لم يموتوا إلا بسخطة يعني غضب إله نازل عليهم ومهلكهم جميعا ليش علل هذا الشيء قال ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا كان أحدهم دفن الآخر ولكن ظاهر كلهم هشك المعرضين إلى الهواء هم وطيورهم ودوابهم كلهم ما أحد منهم مدفون فقال الحواريون يا روح الله وكلمته ادعوا الله أن يحييهم هنانا أصحاب القلوب يستثمرون الفرص حتى يتعلمون ادعوا الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم شنو كانوا ذولهم فنجتنبها طبيعي الأنبياء هم يبحثون عن هيجي فرصة لتعليم البشر فدعا إيسا عليه السلام ربه فنودي من الجو يعني جاءه كلام من الهواء من الجو بس ملك أو خلق للكلام إلى آخره من معاني فنودي من الجو أن نادهم صيح بهم فقام عيسى عليه السلام بالليل على شرف من الأرض شرف أو شرف شرف جمع لكن شرف يعني منطقة مرتفعة فقال يا أهل هذه القرية الندع عام لكلهم فأجابه منهم مجيب مجيب واحد لبيك يا روح الله وكلمته زين سعادة هنا أنا أكو بتعليم عن اطلاع أهل البرزخ أم ما يجري في الدنيا هاي خلوها في نظر الاعتبار فقال عيسى عليه السلام ويحكم ما كانت أعمالكم لهالشكل ميتين ومعرضين إلى ما حدافنكم هنا نحن التعليم المهم قال عبادة الطاهوت وحب الدنيا هي اللي عرضتنا إلى هذه المهلكة مع خوف قليل وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب سلّه واللعب هم أكو بينهما فرق زين فقال عيسى كيف كان حبكم للدنيا هشتون تحبون قال كحب الصبي لأمه إذا أقبلت علينا فرحنا وسررنا وإذا أدبرت عنا بكينا وحزنا هذي مختصة بدولاك كل زمان موجودة هذا حبهم للدنيا هشتون قال كيف كانت عبادتكم للطاهوت الطاهوت اللي تعبدوا شنو كانت عبادتكم لهو قال الطاع لأهل المعاصي الإنسان يصور الطاهوت بس سلاطين ملوك لا العاصي هو هم طاهوت يعني يجعل نفسه في مقابل ربه ويتمرد هم طاهوت بس طويغيت صغير أما الطاهوت الشبير بعد أكبر من هذا يصير قال كيف كانت كان عاقبة أمركم نانا سؤال مهم شنو أنتوا الآن شون وضعكم في عالم البرزخ قال بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في الهاوية الموت يأتي بغته حتى ميلة حق الإنسان يغمش عينه كنا في عافية أصبحنا في الهاوية فقال وما الهاوية فقال سجين الهاوية سجين قال ما سجين سجين شنو أي سائري يطلع الكلام حتى الحواريين سبعون وإنهم يوصل هذا المعنى شنو هو سجين قال جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة اللي هاي قرين على أنه في البرزخ هاي النار نار برزخية توقد عليهم إلى يوم القيامة قال فما قلتم وما قيل لكم سألت لما رحت قدمتم للحساب شنو قلت شنو قل لكم قال قلنا ردنا إلى الدنيا فنزهد فيها نان الخيبة الكبيرة اللي الإنسان يصاب بها ردنا إلى الدنيا يسألون الله أن يردهم إلى الدنيا استوهم يردون يزهدون في الدنيا ألقى أنبياء أولياء علماء آيات قرآن يا ناس ازهدوا الدنيا ما تفيد زائلة ما يفيد استوى لما راح وشاف الجبال من الجمر استوى رجع للدنيا حتى يزهد في الدنيا قيل لنا هم هشك قال وأرجعونا إلى الدنيا ردنا إلى الدنيا فنزهد فيه قيل لنا كذبتم لأن هذا اللي ملك تحب الدنيا حتى لو رجعو للدنيا هم ينسى وهم يعود إلى سيرته الأولى قال ويحك كيف لم يكلمني غيرك من بينهم ليش انت جاوبت أنا قلت يا أهل القرية انت اللي جاوبت غيرك ما جاوب قال يا روح الله نعوذ بالله نعوذ بالله إنهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد هذا العدل ليش هو ملجم إذا هم ملجموا ليش هذا ملجم أجاب وإني كنت فيهم ولم أكن منهم عايشوا بس ما أسوي أعمالهم حتى يعرف الإنسان المسؤولية إش قد شبير عليه وإني كنت فيهم ولم أكن منهم فلما نزل العذاب عمني معهم فأنا يحكي عن مصير فأنا متعلق بشعرة على شفير جهنم لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها مثل يجحال القلق لا يفارق هو فالتفت عيسى عليه السلام إلى الحواريين فقال يا أولياء الله أكل الخبز اليابس بالملح الجريش الملح الخشن والنوم على المزابل خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة لذول اللي كانوا في الدنيا لا يبالون حقه باطل وصحيح وخطأ وحلال وحرام حتى يوفر النفس فرد قصر وفرد فراش ناعم وفرد سيارة واسعة وفرد كذا هسه خليد فعل الثمان مات إذن أصحاب الدنيا في خيبة دائمة هنف الدنيا في خيبة الناس يشوفوهم كأنهم في راحة ولكنهم في واقعهم في عذاب لأن معايير الدنيا هي هكذا أما الإنسان السماوي الذي يتعامل بمحورية الله عز وجل يجعل الله عز وجل منطلقه وغايته والرحمة أسلوبه هذا هم في الدنيا فالح وهم في الآخرة فالح هذا هم تعليم من التعاليم التي نستفيدها من البسملة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر